أستاذن حضرتك لو معي خمسين ألف جنيه حساب جولد بلس اللي موجود في البنك العربي الأفريقي أفضل ولا السندوق الرابع اللي موجود في البنك الأهلي على فكرة أنت كده بتتكلم على طريقتين مختلفاتين في الاستثمار هنتكلم عنهم وهنقول لك إيه الأفضل وهنضرب مثال على الخمسين ألف جنيه من الواضح أن حضرتك نتابع موضوع حساب جولد بلس إن الحد الأدنى خمسين ألف جنيه فخليك معنا إن شاء الله نرد على السؤال ونوضح الفرق ما بين الحساب والسندوق وأيضا نوضح الفرق ما بين البنكين أنت بتتكلم أيضا على بنكين البنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي المصري معكم دور محمد العجمي وتعالوا معنا السلام عليكم ودي صباح البنوك ويدعوا معنا إن ربنا ينصر أهلينا في فلسطين في سؤال جنة على القناة بيستفسر حوالين إن هو معاه خمسين ألف جنيه الأفضل يوديهم حساب في البنك العربي الأفريقي الدولي اسمه حساب توفير جولد بلس والله الأفضل يوديه ليه البنك الأهلي المصري فيه السندوق الرابع فيه اختلاف كبير جدا ما بين البنكين ده اسمه العربي الأفريقي الدولي وده اسمه البنك الأهلي المصري اللي اتنين بيختلفوا من اختلفات كبيرة جدا وخاصة من قصة المصاريف عادة المصاريف تبقى أعلى شوية في البنك العربي الأفريقي الدولي ولكن احنا هنتكلم على الاستثمار الخمسين ألف جنيه في حساب توفيره في سندوق أولا لازم تفرق ما بين الدي السندوق ده وعائد دخاري حضرتك وغيرك بيجمع فيه فلوس وبعد كده فيه شركة متخصصة بتاخد الفلوس ده ويتم إدارتها بالنسبة للسندوق الرابع ده سندوق نغضي بيديك عائد تراكمي سعر الوثيقة بيعلق وحاليا سعر الوثيقة عاملة 295 جنيه و73 قرش وبيديك أيضا كوبون شهري الكوبون ده كان 5 جنيه على الوثيقة وتم صرفه أول الشهر الحالي الإدارة دي بتاخد الفلوس وتقعد تستثمرها فيه أوعية إدخارية زي سنديق مشابهة زي أزون الخزانة زي الودايع وزي الشهادات يعني صندوق اللي احنا بنتكلم ده اسمه صندوق نغضي نغضي يعني مستثمر فيه أدوات الدين فدي طريقة استثمارية مختلفة عملية البيع مش زي الحساب عملية البيع لازم تروح البنك قبل الساعة 12 وتكتب طلب وبعد كده تسترد جزء من الوثائق أو كل الوثائق أو انت لو عايز تشتري بتروح البنك وتبدأ تشتري من البنك بعد كده بيسيلك الفلوس ويحطها لك في حسابك تقدر تسحبها ببطاقة الخصمة اللي معاك ده برضو السندوق فالسندوق ليه طبيعة خاصة السندوق عائد تراكمي يعني كل يوم بيضيف العائد إلى سعر الوثيقة يعني النهاردة عاملة 295.73 موكل بكرة تلايها أربعة وسبعين خمسة وسبعين كده يعني على حسب العوائد والتقدرات اللي بيتم أما بالنسبة ليه حسابات التوفير وحساب جولدن بلس الحساب ده هو ليه حد أدنى عشان خاطر تستثمر فيه وهو خمسين ألف جنيه والسائل لما سال قال خمسين ألف جنيه يبقى إذن هو عارف إن الحد الأدنى ليه خمسين ألف جنيه ولكن لازم تبقى عارف إن فيه مصاريف على الحساب المصاريف دي زي مصاريف فتح الحساب 100 جنيه زي مصاريف كشف الحساب لو كل ثلاث شهور 150 جنيه زي مصاريف إصدار البطاقة الخاص معشان خاطر تقدر تتعامل على الحساب عاوز تعمل إداع أو تعمل سحب 100 جنيه وغيره من المصاريف ولو نزل عن الحد الأدنى أيضا عليه مصاريف فلازم تحط في الاعتبار إن الحساب ده حساب في النهاية ده حساب عليه مصاريف فإذا لو أنت هتحط خمسين ألف جنيه لازم تحط ألف جنيه زيادة على الخمسين ألف جنيه لأنه هو بياخد منها المصاريف لأنه لو خد من الخمسين ألف جنيه المصاريف حتى لو ميت جنيه فقط أنت ما بتاخدش عائد على الفلوس بتاعتك اللي هي نقصة عن الخمسين ألف جنيه فلازم يكون عندك إدراك لهذا الموضوع بشكل كبير جدا طب لما نيجي نسأل على حساب الفايدة حساب الفايدة ما بين الاتنين إيه؟ بالنسبة للسندوق وفقا لآخر 12 شهر أو آخر سنة كان العائد المحقق 20% ولما نقول العائد المحقق يعني صندوق الاستثمار العائد بتاعه متغير يعني ممكن يزيد وممكن ينقص طب هل ممكن أصل المبلغ ينقص؟ ده في العادة صندوق نقدي وليس صندوق أسفل فالسندوق النقدي أصل المبلغ بيكون ثابت لكن العائد هو دايما اللي احنا بنشوفه وبيتغير ممكن يتغير يرتفع وممكن يتغير ينخفض ولذلك ده طبيعة الصندوق والسنة دي أنواع كتيرة جدا وعندنا سنة دي بتعمل في مجال الداب سنة دي متوزنة يعني فيها نقضية وفيها أسهم وسنة دي أسهم فقط فهي بتتعامل في الأسهم فقط لكن احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع الصندوق الرابع اللي هو موجود في البنك الأهلي وإحنا عاملين حلقة كاملة على القناة حوالين الصندوق الرابع بكل تفاصيل وبكل المخاطر اللي بيتعرض لها الصندوق لا داعي أن احنا نذكرها في الحلقة طالما موجود في حلقة تقدر ترجع لها وتعرف كل حاجة على الصندوق واعتقد برضو احنا عاملين حاجة عن حساب جولدن بلس وايضا تقدر ترجع للحلقة وتعرف كل تفاصيل الحساب دوا ولما نيجي نستثمر الخمسين ألف جنيه في الصندوق هنلاقي أن الخمسين ألف جنيه خلال السنة الفايدة اللي هي عشرين في المية عملا لي عشر تلاف جنيه لما تيجي تقسم العائد اللي هو عشر تلاف جنيه على الاثناشر شهر هتلاقي أن كل شهر عامل تمنمية تلاتة وتلاتين زي ما قلنا مع وضع في الأتبار طبيعة أن ده صندوق وهنروح دلوقتي لحساب جولدن بلس فده العائد اللي جاي من الصندوق طبعا العائد ما بتاخدوش بالشكل ده هو العائد جزء منه الوثيقة بترتفع لوحدها والجزء الثاني بتاخدوه في شكل كوبونات فده بيختلف عن الحساب هنروح بقى لحساب جولدن بلس طب العائد على الحساب قد ايه احنا ضربنا مثال على عائد شهري فالحساب ده هو بيديك أربع أنواع من دوريات صرف العائد انت اللي بتختارهم مش البنك اللي بيختارهم يعني فيه دورية صرف عائد شهري كل ثلاث شهور وكل ست شهور وكل سنة أربع دوريات صرف عائد تختلف أسعار الفايدة وفقا لاختيارك انت لدورية صرف العائد يعني انت لو اخترت دورية صرف العائد شهري 23% اخترتها كل ثلاث شهور 23.5% اخترتها كل ست شهور 24% لو اخترتها السنة هتلاقيها عاملة 25% ولو حبينا نضرب على المثال الـ 50 ألف جنيه في العائد اللي هو الشهري هنضرب 23% يعني هيديك 11500 في السنة هيسمهم على 12 شهر بيديك قد ايه؟ بيديك 958 جنيه كل شهر 958 جنيه بينزلوا في حسابك بس لازم تحط حاجة مهمة جدا الحاجة المهمة جدا دي في حسابات التوفير عموما في كل البنوك بيتم حساب العائد زي؟ العائد بيتم حسابه على ادنى رصيد موجود في الحساب طبعا الحساب ده لازم ادنى رصيد يكون الـ 50 ألف جنيه ونوهنا انك لازم تحط المبلغ بزيادة عشان خاطر يخصم مصاريف الحساب اللي ممكن توصل لها لـ 350 أو 500 جنيه في السنة فالمهم انك انت تبقى حاطة مبلغ فوق الـ 50 ألف جنيه علشان لو نزل 10 جنيه بس مش هيحسب لك عليه فايدة فهو بيحسب لك على ادنى رصيد موجود في الحساب يعني شهر الاداع ما بيتمش حساب فايدة عليه يعني حط ردك حطيت اول الشهر طول الشهر ما بيحسب لكش عليه فايدة بعكس السنة دي لك انت مجرد ما بتشتري بيبدأ يستثمر لك الاموال حاجة تانية ان شهر السحب ما بتحسبش عليه عاية يعني حضرتك جيت على يوم 30 أو يوم 31 وروح تساحب المبلغ اللي هو 50 ألف جنيه ما بيحسب لكش خلال الشهر ده على الـ 50 ألف جنيه فايدة فممكن حد يقول لي طب ايه افضل وقت ان انا حط فلوسي داخل الحساب ده لو انا عاوز ازود يعني فوق 50 ألف جنيه افضل وقت بتحط انت لو هتحط فلوس خليها على اخر اسبوع من الشهر ولو تسحب فلوس على اول اسبوع من الشهر كده يبقى على اقل عدد الايام اللي مش تحسب عليها فايدة قللتها شوية فهتلاقي الفرق لو انت هتبص على الفايدة هتلاقي الفرق في الفايدة 3% اعلى من السندوق الرابع ولكن حط في الاعتبار المصاريف اللي موجودة على الحساب لان السندوق معلوش مصاريف حط في الاعتبار الحاجة التانية في شهرين انت بتاخدش عليهم فايدة انت في السندوق بتاخد فايدة من اليوم التالي على طول الفايدة في السندوق بتبطراكمي الفايدة هنا انت بتاخدها نهاية الشهر لو انت بنختار العائد شهري يعني في اختلاف ما بين الطريقتين والحسابين طبعا الحساب بيبقى في مرونة انك انت تعمل عمليات سحب وايداع اما بالنسبة للسندوق فانت لازم الاول تبيع وبعد كده بينزلك الفلوس في حسابك والعملية دي ما بياخدش وقت طويل بالنسبة لحساب جولدن بلاس لازم تفتح الحساب دو لازم يكون معاك سورة البطاقة وعندك ثبات الدخل عندك اي اصال مرافق لو انت اجنابي بيكون جواز السفر ومعاك الاقامة تعني ليه الشروط اما بالنسبة للسندوق فانت كده كده لازم تكون فاتح حساب من الاول في البنك الاهلي وبعد كده تستثمر في السندوق طب مش فاتح حساب بتروح تفتح حساب ايا كان نوع الحساب توفير او جاري وبعد كده بتستثمر في السندوق اعتقد ده كل ما يمكن نقوله في الرد على السؤال بتاع حضرتك لو فيجي حاجة احنا ما ردناش عليها اتمنى ان حضرتك تكتب لنا وان شاء الله نرد على حضرتك طبعا بنرحب بكل التعليقات لو في وجهات نظر تانية ياريت تقولها على القناة انا بشكركم فعلا كل اللي بيقول وجهات نظر مختلفة يفيد بيها المتابعين او المشاهدين او المشتركين على القناة بنشكركم على تعليقاتكم اكتبونا دايما كل وجهات نظركم انا بقراها كلها واعتقد ان كل المتابعين على القناة ايضا بيقروها واكيد كلنا بنستفيد من بعض بنستفيد من التجارب لان اللي بيعلم اكتر هو التجربة مش مجرد انك انت تقرأ التجربة هي اهم سلاح للتعلم والثقافة المالية والمصرفية كان معاكم دكتور محمد العجمي تمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحيث تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعملات العملاء سؤال جاء على القناة بيستفسر حوالين ايه هو الفرق ما بين الحساب الجاري المدين او القرد بضمان الاوعية في البداية الاثنين قرد ده بيكون قرد بضمان الشهادة والتاني ايضا بيكون قرد بضمان اوعية الدخارية موجودة داخل البنوك او بضمان سمعة العميل نفسه مع تاريخه مع البنك بيشوف ان العميل ده منتظم والعميل ده عنده ملاقة مالية كويسة